طب هل أنا كأب مثلاً أقدر أعرف قدرات ابن العقلية ولا لازم يكون موجود مثلاً يخضع الاختبار زي ما حضرتك بتقول مرسى فندم أنا كأب بشوفها ملامح بقول الولد ده شكله كده الله هو أكبر أعلم من أنا كان عندي ولاد أخت كل واحدة فندم بيشوف ولاده يعني لا هم دايماً مش شايفينه ولدهم مرض أكبر حد يعني دايماً الأب بالذات بينكر دائماً وجود مرض ولحبتها نفسية طبعاً كأب أو عشان مش عايز يشغل زي وغير الأم اللي هي يعني دايماً اللي هي ملاصقة لطفلها فهي اللي بتلبها ملاحظة لكن الأب بيرحظ على الولد ردود مش بتاعت سنه أفعال مش بتاعت سنه أحياناً في الناس ولك دي شقاوة لا ما مش شقاوة دي قدرات فيه فرق ما بين القدرات وما بين الأفعال المرضية احنا النهاردة بتاع أنا أسف بتاع التوحدية اللي هي الزتوية فيه أطفال من التوحدين دي بتبقى عندهم قدرات عالية جداً في اتجاه معين في الماس في اللغات يعني مثلاً فيه طفلة تلاقيها مجرد ما بتتابع مسلسلات التلفزيون بتكلمت باللغة الإنجليزية مثلاً زي أهل مثلاً باللغة الأمريكية أو باللغة باللغة الإنجليزية أو باللغة الأمريكية وهي ما شافتش إنجلترا وأهلها ناس بسطاقة جداً لقدر تلقط دي وتمشي بيها فيه ناس عندهم حاجة اسمها فوتو ميند فوتو ميند دا يعني انت مسك اللاب هو بس في اللاب كده وفره كده في القيهة يقولك في الصفحة كذا 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 في كذا دي خضرات ما ده لازم يستغلوا مخ تصويري يعني يصور بمخه الورق ويرجع يديك الإجابات نسبة الإجابة فيها الصحيحة فوت 9 شكراً عارف يا دكتور أنا عندي يعني مؤمنة كده بحاجة إنه كل طفل عنده الحتة بتاعته زي ما حضرتك قلت ممكن يبقى طفل مثلاً شاطر عوي في اللغات ممكن طفل شاطر عوي في الماثماتيكس أو الحساب ممكن طفل شاطر عوي في الرياضة فالشاطر في الحساب ما قدرش يعمل اللي هو المجهود البدني اللي في الرياضة شاطر فيه فيه طفل بيعرف يعزف مواهب وأفكار والحاجات ذي كلها لكن الأباء والأمات دايما بيبقوا عايزين كل حاجة يعني عايزين ولدهم يبقوا متفوقين بالذات كمان في الدراسة إزاي النهاردة لو أنا ابني عنده عشر سنين حاساً هو لسه ضعيف شوية مش مهتمة قوي بالدراسته الايكيو بتاعه لسه مش قوي قوي إزاي قدر أنمي له الايكيو بتاعه يعني إحنا دايما منشوف على الانترنت امبروف يور ايكيو أو طور من الايكيو بتاعك إزاي قدر أن أنا أعمل ده مع ابني قبل ما يتمت الأربعة عشر سنة ويلبس بقى بقية حياته بس عفوا عندك مثل ما ساعتك ذكرت في قدرات طبعا في واحد عنده قدرات مثلا في الرياضة أو في الناس أو في اللغات أو في السعينس علوم لازم هنا إحنا لما بنقول لما بنعمل اختبارات القدرات العقلية بطلع دي أنا عايز أزود الحتة دي أركز معها أنا مش طالب أنه كل الأولاد لما يلعبوا يبقوا محمد صلاح مش طالب كل الأولاد لما يبقوا شطار في السعينس يبقوا كلهم مكدعوب أو زويل ولكن في أولاد تقدر تكون كده لو إحنا وفرنا لهم الإمكانيات ودي المناشية اللي كنا دايما بنناشط بيها الحكومة لازم يبقى عندنا مدرسة على الأقل في كل محافظة لأن أولاد دولوا واحدهم لأن وجودهم مع الأطفال العاديين أنا بظلمهم وبظلم الأولاد التانين ودول أنا باعتبرهم راس مالية كبلد